فرأ العبارة الجميلة أعتقد ولي من متناقضات الحياة ولكن من طبع الحياة أيضا أن تريك ما هو جميل وأحيانا تريك ما هو حزين أو ما هو سيء وأنه قبل أشهر جعل أسود الأطلس العالم كله يفرح بفرح المغاربة وهو قد جاء الزلزال وحزين المغاربة وبكى العالم كله مع المغاربة هذا التعاطف الرائع والجميل اللي شفنا من كل أطياف العائلة الإنسانية يعبر على أن هذا الشعب يصدر عند محانه وعند أفراحه وأحزانه صورا جميلة جدا يعني أعتقد أنها قمة في الإنسانية لأنه اليوم الصراع اللي كان في الكوني هو إبراز القيم الإنسانية حتى لا تنمحي ولا تطمس معالمها يحضر معنا كذلك الحارس الدولي عبد الرحمن الحواسلي مرحبا عبد الرحمن مرحبا جلال مرحبا المشاهدين الكرام أعزائنا واحد في هذا النصب الجلال الذي أصب منك المغربي يوم الشعب المغربي حزين لكن في نفس الوقت أظهرنا على معدن نفيس للمواطن المغربي إن لله وإن إليه رجع يعني وإحنا كنتكلموا على هذا الكارتة وعند الفاجعة اللي عيشنا على الإقاعة دياله طبعا حال ربما صور اللي شفنا ديال التضامن ديال ديك يعني المئات ديال الآلاف ديال الناس في كل مدينة يعني كأن الزلزال قص كل متر من المغرب هذه الصورة هذه التلاحم هذه الحادث اللي هو الآليم ربما أكبر فاجعة يعني عاشها المغرب في هذا القرن لكن ربما ما يمكنش يكون شي حادث يعني لمنا وجمعنا كما جمعتنا هذه الكارتة وإحنا كنشوف ديك الصور لم يسبق لأن شوفت أنا شخصيا يعني المواطن المغربي يعني بهذا الألم وبهذا كذلك كان الألم كان الوقع ديال الصدمة ثم العمل جلال جلال حينما وقعت الهزة توقفت عقارب الساحة وتعطرت لغة الكلام لأن الصدمة قوية جدا ما يكون ننتظرها في تلك الليلة ولكن تحورت هذه الصدمة وتعطرت لغة الكلام لتصبح لغة الأفعال على الميدان ما شهدناه من هذه الالتفات العفوية التلقائية من مواطنين لا يملكنا شيئا أو يملكنا قليلا أو لا يملكنا الكثير أصبحوا على قدم المساواة لم يأود هناك مواطن درجة أولى أو مواطن درجة ثانية الكل يعرف بأن هذا موقف إنساني عظيم تختبر فيه الأمة وأنا أقول استعمل كلمة أمة ولا استعمل كلمة دولة لأن في نهاية المطاف نحن شعب واحد بكياننا بانتماءاتنا السياسية التقافية العرقية التقافية العرقية أي شيء لم يأود هناك تفريق أو ميز ما بين هذا أو